لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صفح يوماً إذ فارك يا مرحباً بكم حبيبنا يا رب تكونوا بخير وصحة كويسة وأيامكم كلها يا رب مكللة بالعطر والسعادة والنجاح بهذا الفيديو رح نحكي عن ست عطور رجالية يعني بالصيف جميلة ولطيفة من كتر الأسئلة اللي بيسألونيها الأخوة طيبين إنه نحنا تعودنا متل ما بنكرر دايماً وبنقول إنه العطور الصيفية ما مطلوب مننا إنه ترافقني طول النهار لأنه بعدين ساعتها بدنا نفهم إنه مكونات هذا العطر تقيلة وإذا نحنا عم ندور عطور فريشي ومناسبة لفصد الصيف وما تدايقنا وما تدايق الناس الآخرين فنحن لازم نروح للنوتات المتوسطة إلى الخفيفة لحتى نقدر أول شي نشعر بانتعاش وقت نستعمل العطر ونكون نحنا مبسوطين ونحنا عم نستعمله وما نكون متدايقين منه مرافقنا طول النهار وعم يصدعنا والعطر تقيل وعم يصدع الآخرين العطر إذا بالصيف كفاني أو يعني استمر معي لأربع أو خمس ساعات ماكسمم يكون كتر خيره قام بالواجب والدور اللي مطلوب منه وأكتر بهذا الفيديو انتقيت لكم ست عطورات بعضها قديم وبعضها نوعا ما جديد ولكن يعني من العطور اللي بستعملها أنا يوميا طبعا بالنسبة لهي العطور انتقيت على زوئي ولكن متل ما بكرر كمان دايما وبقول انه ما تاخدوا على زوئي بقدر ما تستأنسوا بالفيديو لحتى تعرفوا ش النوتات اللي مكون منا هذا العطر وكيف أداءوا للعطر بالنسبة لتقييمي أنا بس ترجعوا انتوا تختبروا العطر وبتجربوا قبل ما تشتروا للناس اللي يعني بتحب انه تتفحص العطر قبل ما تستعمله هلأ بالمرحلة الاولى ودون ترتيب عندي الهوغوبوس الهوغوبوس اللي لونه أزرق اللي بعتقد انه هي نسخة الاكستريم منه هذا العطر حد نوعا ما اذا بدنا نشبهه لبعض العطور المعروفة كمان بالسوق بشبه اللاكست روج او اللاكست الاحمر كمان هداك عطر سباته يعني بالصيف يعتبر رائع وممتاز بالنسبة لنوتاته وهذا العطر تقريبا بحدود الـ 80 دولار لـ 90 دولار كمان الاسعار تأكدوا منا ببلدكم ربما يكون فيه عروض ويعني ممكن يكون فيه تنزيلات سأقرأ لكم النوتات تبع هذا العطر هوغوكستريم هوغوبوس عطر اروماتيك عشبي للرجال تم اصدره عام 2016 مقدمة العطر التفاح الاخضر وقلب العطر زهور ابرة الراعي الخزامة والميرامية وقاعدة العطر تتكون من اخشاب الارز والتنوب البلسامي الهوغوبوس الأزرق هذا سباته يعني وأداءه قوي من جيد إلى جيد جدا بالمرحلة التانية أو العطر التاني يلي هو الإفسالوران هومسبورت وهو عطر أداءه جيد لجيد جدا بالصيف أو بالنسبة لفصل الصيف لناسب الأجواء الحارة هذا هو العطر من العطور الجميلة جدا عطر الخمسين ميلي تقريبا سعره بحدود يعني 60 أو 70 دولار عطر جميل رح أرى لكم كمان النوتات تابعونه عطر إفسالوران هومسبورت ليو هومسبورت إفسالوران من العطور التي أصدرت عام 2014 عطر خشبي أروماتيك للرجال ومقدمة العطر البرجوموت الألدهيدات نبات رعي الحمام وقلب العطر الأخشاب والكزبرة وقاعدة العطر العنبر وأخشاب الأرز العطر اللي بعده اللي هو جامبول جوتيه إكستريم هذا العطر هذا فيكن تستعملوه يعني بالصيف بالنسبة لي بستعملوه بالصيف بالأجواء أو منطقة الجغرافية اللي أنا عايش فيها ولكن ممكن أن تستعملوه للي عنده الأجواء حارة كتير ممكن تستعملوه بفترة المساء عطر جميل ومرتب تقريبا سعره بحدود 130 دولار بالنسبة للمنطقة اللي عندي لزازة الميت ميلي كمان رح أراركم هلأ النوتات تابعونه لمال السنس دي برفيوم جان بولغوتيه عطر تم إصداره عام 2016 عطر شرقي فوقير للرجال مقدمة العطر الحبهان البرقاموت شيح والفلفل وقلب عطر الخزامة الجلد القرفة والميرامية قعدة العطر نبات القست أمبروود الكومورين الفانيليا والمسك عطر أرماني كود آيس هذا دايما بنصح في الأخوة عطر أوريانتلي كمان من العطور اللطيفة بفصل الصيف فيك تستعملوه بكل راحة ما بدايق ملبوس وسهل ما بدايق الآخرين تقريبا إذا بدنا نقيمه من جيد لجيد جدا بالنسبة للأداء هذا العطر سعره بحدود 60 دولار هلأ بقرأ لكم كمان نوتاته أرماني كود آيس جوجو أرماني عطر أروماتيك للرجال تم إصداره عام 2014 مقدمة العطر الليمون الزنجبيل والنعناع قلب العطر زهور إبرة الراعي والخزامة وقاعدة العطر الأخشب عطر أرماني كود آيس جوجو أرماني عطر شرقي خشبي للرجال تم إصداره عام 2018 مقدمة العطر اليوسفي الأخضر والبرجوموت وقلب العطر الخزامة قاعدة العطر التنكة وأخشاب الجباك العطر الأخير اللي هو إجاني هدية من اليابان يعني كتير عزيز على قلبي عطر لطيف كتير يعني صيفي بامتياز طبعا أداؤه من جيد أو من متوسط إلى جيد عطر فارفينة من العطور الجميلة طبعا أكتر شي واضح فيه رائحة شجرة الليمون وهو من العطور يعني اللطيفة بفصل الصيف بيستعمله كتير وقت بدي حس بشي أو بدي حس بشعور فرشي هيك يحس حالي إنه نشيط ومتجدد هذا من العطور الغالي على قلبي شكرا للي هداني هذا العطر محبتي لقلكن وهذا طبعا سعره شيقته على الإنترنت بحدود 99 أو 90 دولار ربما يكون من 75 إلى 90 دولار لأزازة 100 ملي ربما يكون أرخص من هيك بمناطق يعني معينة وممكن يكون أغلى من هيك بمناطق معينة أتمنى تشيكوا أنتوا على أسعى عطر فرفينا للرجال والنساء تم إصداره عام 2003 عطر زهري ومعلومات غير متوفرة كتير عن العطر ولكن مكونات ومن الورد زهور إبرة الراعي وزهر رعي الحمام ونوتة ظاهرة جدا وهي أشجار الليمون على هيك كان معنا فيديو لست عطور مثل ما شايفينهم هون صيفية بنصح فيها الأخوة اللي بسألوني دايما عن العطور الصيفية شو بيستعملوا وإن شاء الله بالمرحلة القادمة رح نحكي أو رح نعمل بس مباشر ربما أعمل فيديو تحطولي تحت الأسئلة تبعيتكن أو اللينكات تبعيتكن ورح حط اللينك تبع صفحة الفيسبوك لمجموعة الحاسة السادسة والصفحة الخاصة بالإنستجرام ومنكم أو من الأخوة مثل ما اقترح أخي حمزة أنه رح يكون فيه اتصالات مباشرة للأخوة اللي عندها أسئلة بتحطوا أسئلتكن واللينك تبع صفحتكن بضيفكن وبنعمل اتصال أو بتطلبوا الإضافة يلي ما منضم للمجموعة وبتطلبوا أنه رجع أتصل فيكن لحتى ما يكون فيه تشويش واتصالات كتيرة نحنا بنفلتر إذا ألا رد الأسئلة وبجاوب على أسئلتكن يلي بعرفها واللي ما بعرفها بقولكن ما بعرفها ورح يكون كمان فيديو للأخوة المهتمين بصناعة العطور أو بتصنيع العطور واللي دايما وتكرارا بيسألوني عن المصادر وكيف ممكن يبتدوا بمشروع العطور وللأخوة كمان يلي عندهم مشروع وطرحوه علي كرأي أنا البعض شجعته والبعض الآخر للأسف لحد الآن ما عندي الوقت الكافي إنه أرجع وأتواصل أنا وياهم حابت لألكون كتير كبيرة ما تنسوا لو سمحتوا إنه هاي الفيديوهات عم تاخد وقت وجهد وتعب مني ومن الشباب الموجودين فأرجو منكن إنه تعملولا شير وتعملوا شير للقناة أو اللي بحب منكم الفيديو يعمل له لايك واللي ما بحبه يعمل ديس لايك ويعني محبتي دايما متسعة للجميع كونوا بخير أيامكم كل عطر بأمان الله شكرا للمشاهدة